احلى متابعين في الدنيا تعالوا بسرعة نعمل شوية فول بالسجوء بأسهل طريقة وأبسط طريقة لعشاء الفول وأنا واحدة منهم بس النهاردة نعمله بالسجوء بقى طريقة جديدة يلا بينا نخش على المكونات والمقادير بتاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهما صلدي وسلم وباركة على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد ولا أصحابي سيدنا محمد وارجع تلك النهاردة بفيديو جديد حلو جدا نعمل فول بالسجوء بأسهل طريقة وأبسط طريقة هنحطي التصع على النار تسخن وده ربا كيلو سجوء يا جماعة قطعته كتا صغيرة زي ما انتوا شايفين كده وبشوحه ومقطعه تماطماية وبصلاية هنجيب البصلاية دلوقتي هنحطها بعد ما خدتها شويحة كده شوحنا السجوء وبعدين نزلنا عليه البصلاية متقطعه مكعبات صغيرة وهنجيب تماطماية برضه متقطعه مكعبات صغيرة هدي تماطماية متقطعه مكعبات صغيرة ونقلب ممكن تحطو فلفل حرق لو عايزين فلفل الوان لو عايزين براحكو كل واحد يعمل لو عايزو يعني ممكن في المرحلة دي تنزلو فلفل الوان فلفل حرق براحكو برضه هنفضل نقلب كده شوية على البوتوجاز على العين الكبيرة على اعلى درجة حرارة نديها التشويحة بس حلوة كده معاكو نجيب معلقتين صلص الطماطم هدي معلقة ودي التانية نفضل نقلب كده شوية واجيب كباية مية سخنة من الكتل ووحطها واسبهم يتسبكو وارجعلكو انتظروني وكده هي بتتسبك معاكو بعد ما حطت كباية المية من الكتل والمية بخارت تقريبا مبقاش فيه مية كمان وبقت بالمنظر ان انتو شايفينه الطحفة ده ودي شوية توابل معانا عبارة عن فلفل اسود وكمون وبصل بودرة وطم بودرة وشوية فلفل اسود وشوية ملح تمام ودي التفول اهو معنا هنحطه التفول ده كان عندي في الفريزر يا جماعة هحطه به واسيبه ياخد غلوة وارجعلكو في الشكل النهائي انتظروني هو اول ما ياخد غلوة انا هارجعلكو في الشكل النهائي هسيبه بس ياخد غلوة وارجعلكو وكده رجعتلكو في الشكل النهائي بعد ما غرفته وقدمته بالمنظر انتو شايفينه ده وقطعت مع بصل احمر وقدمت مع عيش بلدي والفانة وشفة على حضراتكو واتمنى للفيديو يعجبكو تعملوا نشترك في القناة ولايك وشير والقناة بتاعتي مش هتكبر الا بيكو هنحط شوية خضرة كده على الوش الخضرة دي حلوة جدا يا جماعة ومفيدة جدا حطوا قف كل اكلكو اي اكل عندكو حطوا في خضرة بصوا المنظر العين بتاكل قبل البق الفانة وشفة على حضراتكو وده العشاء الفول وانا واحدة منهم واتمنى للفيديو يعجبكو يا رب وانتظروا ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته